السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بساء الخير عليكم جميعا مشاهدين الأعزاء بساء الورد والفل والياسمين جمعا بركة عليكم جميعا وحشتوني جدا 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 عدى الموسم الأول على خير والنهار ده أول حلقة من الموسم التاني أهلا وسهلا بحضراتكم في أول حلقة من الموسم التاني في برنامجكم هي وإيدا والحياة مشاهدين الأعزاء ما زلنا في جائحة كورونا أو كوفيد ناينتي طبعا الموضوع ده سبب مشاكل قوية جدا للاقتصاد وكمان سبب مشاكل قوية جدا أو سبب ضحايا كتير جدا الضحايا دي للأسف ضحايا بشرية ممكن يكون قريبك ممكن يكون أبوك ابنك أخوك ممكن يكون أقرب الناس لك لو حضرتك فتحت الفيسبوك كل يوم هتشوف عدد من الوفيات كتير جدا يعني أنا من الناس اللي أنا أعرفهم خلال أسبوع سبعة أشخاص أنا أعرفهم اتوفهم فالموضوع كبير جدا جدا لازم ناخد بالنا منه والمصرين بفطرتهم يقول يا عم نسيبك العمر واحد بالرب واحد لا خد بالك خد بالك لأن دلوقتي ما بقاش فيه بقى فترة أعراض طويلة لا أنا أعرف ناس يوم الحد تعبوا يوم الجمعة تعبوا يوم الحد توفوا والبقاء لله لكل الناس اللي بتتوفى وكل الناس اللي بيجي لها ربنا يقومهم بالسلامة وطبعا اللي ربنا يقومهم بالسلامة وصحيته تبقى أفضل ياريتي لو يقدر يتبرع بالبلازمة لو تكون سبب في شفاء أي شخص أظن إن دي حاجة كبيرة جدا ومن أحيا ليحيي إنسان وكأنه أحيا الناس جميعا وبما إننا في ظروف كوفيد 19 أو كورونا فالنهاردة عامل لكم حلقة مميزة جدا 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 حلقتنا النهاردة جايب لكم دكتور هيعرفنا إزاي نزود منعتنا عن طريق الأكل وإزاي كمان وإحنا قاعدين في البيت وفي الحظر وعمالين ندخن وناكل لأ ده إحنا هناكل وهنخس طبعا هتقوله إزاي الكلام ده وكمان هيقول لنا على طريق الدايت ما فيهوش حرمان هيعرفنا لايف ستايل أو نظام غذائي نمشي عليه في حياتنا عموما النظام ده هيخسسنا وهيعيشنا حياة صحية وهيخلي جسمنا هيلثي أو جسمنا يبقى صحي بدون حرمان طبعا الحاجات دي كلها هتعرفوها إمتى هتعرفوها بس بعد الفاصل هنستضيف معينا ومعاكم دكتور عمار العيني دكتور علاج التغذية العلاجية لي السمنة والنحافة انتظرونا هنشوفه هنشوف مفاجآت قوية جدا بس بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل إن معينا ومعاكم دكتور عمار العيني دكتور التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة في البداية بحب أرحب بحركة يا دكتور أهلا بحضرتك نورتنا النهاردة الله يخليك نورك ربنا يخليك يا رب دكتور عمار على فكرة مكس ما بين الحضارة المصرية والسورية شرف إلي حضرتك منور الدنيا يا دكتور طيب يا دكتور عايزين بس تنصحح مبدئيا كده بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس يعني الناس بتتخيل إن أي نظام غذائي ينفع أي حد مهما كان اختلاف اللايف ستايل مهما كان اختلاف الوزن مهما كان اختلاف الظروف الصحية يعني أنا رحت لدكتور خدت منه الورقة الإسبوعية وأروح أوزعها على العيلة كلها وكلنا نبدأ اضايط مع بعض هل الكلام ده حقيقي يا دكتور ولا دي مفاهيم مغلوطة عند بعض المشاهدين طيب خلينا أول شي نحكي عن المفاهيم المغلوطة بعدين نحكي عن طريقة عمل الدايت أو النظام الغذائي من المفاهيم المغلوطة جدا 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 في التغذية هي فكرة العشاء أغلب الناس تقال لي يا دكتور أنا وقفت عشاء أيوة أنا بس بدخن بالزام طيب يا جماعة لازم تعرفوا العشاء مش بيتخن لو العشاء بيتخن كان كل الأطباء بكروش وكل زباط الجيش وزباط الشرطة ليه؟ كلنا بنشتغل نبطشيات وورديات بالليل وبالليل عادي ممكن أطلب أكون جعان ساعة تلاتة الفجر وأكل وأكل واجبة تقيلة هل معنى كده أن أنا لازم أدخل؟ لا الحرق بالليل زي الحرق بالنهار في العالم يا دكتور طبعا الكلام بتاع النوم والليل والنهار يفرق مع أبطال الرياضة شخص بيحضر للطولة يفرق معاه الشكل مية في المية إنما الإنسان العادي أنا وأنتي ونأس عادية عايش حياتنا عادي مش منطقي أن الحرق بالليل أقل من النهار من قلبي عدد دقاته في الليل زي عدد دقاته في النهار واللي بيشتغل بالليل زي اللي بيشتغل بالنهار يعني اللي بيشتغل بالليل ما هو بيعمل نفس الحركة والأكتب اللي بيعملها اللي بيشتغل بالنهار أكيد فلنفس الطاقة اللي هو بيحتاجها تمام فيه برضو مفاهيم كتيرة قوي ومغلوطة مش هذكرها كلها هذكر بعضها الزبادي باللمون أيوة بيعمل قرحة بس بيعمل قرحة ما بيرفعش معدل الحركة ولا الشاي الأخطر ولا إرفع بالجنزبيل ومكسات غريبة عجيبة واعشاب حارقة للدهون وحاجات غريبة بس معانها معرفش يعني ليس لها أي أساس علمي تمام طيب لما نيجي نتكلم على الدايت أنا بش مع ناس بتروح لناس بيفتح الدرج ببص كده عليها ايوة انت جسمك كوماثري محتاجة نظام كذا يروح فاتح الدرج ودها ورقة الكلام ده مش موجود في الطب بيحصل يا دكتور احنا كل أسبوع نروح ندفع الفيزيتة ناخد الورقة ونمشي في الطب أنا بفصل الدايت على حسب الشخص جميل يعني على حسب حياته وأمراضه لو ما في أمراض رياضي إنسان عادي طبيعة عمله فيها حركة طبيعة عمله مكتبية يعني هل من المنطق أني أعامل مهندس موجود في حق البترول مثلا وحركته أكتب وبيتحرك كتير ويمين ويسار وعمال متل ما أعامل طبيب مثلا قاعد على مكتب لا طبعا مو منطقي أكيد فإذا الموضوع بيتفصل على حسب الحياة أكيد فكرة إنه الدايت حرمان أيوة أنا واحد من الناس أنا طبيب تأخذي الجبنة القريش مش بحبها أقسم بالله اكتبوها لنا سبع تيام يا دكتور كلما أروح للدكتورة سبع تيام جبنة قريش أنا مش بحبها طيب أكلها ليه فيعني بيخلي حتى البيشن خلاص مش عايز يأكل دايش ليه أكل حاجة أنا مش بحبها مين اللي قال إن الجبنة القريش بيتخسس مين اللي قال إن أنا لازم أكل أكله معين عشان أخس لا مين اللي قال إن الرز بيتخن ولا الماكرونة بيتخن ولا الشوكولاتة ولا العيش الشوكولاتة ممكن تبتاكل يوميا ويكون في نزول للوزن فعلا طبعا ما في فاكهة ممنوعة في الدايت إزاي يا دكتور؟ الشوكولات عادي كل يوم؟ بالضبط بس الكوانتيتي أو الكمية بقى بيعطيك احتياجك كوانتيتي ما أنت كمان فيه تضحيات وبرنع بقول أنا لما بحكي عن عامل كل شخص على حسب حياته يعني لما يكون مثلا شخص حركته أكتب كتير بده يكتر شوكولاته أتسكي ليش لأ؟ تمام إنما لما يكون واحد قاعد وراء مكتب بقى أكيد ما أسمح له كمية شوكولاتة خرافية بالضبط لكن فكرة الحرمان بحد ذاته غلط يعني حضرتك سابورتد لفكرة اللايف ستايل أو مش الضايد بقى اللي هو الجدول اللي هامشي عليه بالضبط لأ أنا عايز حضرتك بتدي لايف ستايل بالضبط كل شخص لازم أفصل له حياته على كوردينج لطبيعة عمله ولطبيعة حبه للأكل أيوة يعني ما فيش يسمعه لازم أكل جبنة قريش أو سمك عشان أخص ليش؟ أيوة وأنا ما بحبهمش وباكلهم لا لا أنا ما بقدر أكل شي ما بحبه بصرح الحمد لله بيتعفى منها بإذن الله طبعا عايزين وصفة سحرية من حضرتك إزاي نزود المناعة؟ طيب قبل ما نقول كيف نزود المناعة لازم نعرف كيف ما نقلل المناعة تمام يعني إيه اللي ممكن أعمله يقلل لي مناعتي؟ إيه بقى؟ أكتر شيء ممكن يقلل المناعة هو أكل السكر السكريات السكريات باستفادة والسكريات بكميات كبيرة بتقلل المناعة وفي أبحاث لم تثبت علمياً حتى لايت تأخذ الكلام على الثاني لم تثبت علمياً مية في المية لكن عملت على بعض الأشخاص أنه معلقة سكر تكاد تقلل المناعة وتكاد تمناها على مدة ساعة أو ساعتين لكن هذا الكلام إلى الآن لم يثبت علمياً مية في المية جاري الأبحاث عليه طيب كيف نرفع المناعة؟ خلينا نقول أنه في بعض الأشياء وبعض الفيتامينز هي المسؤولة عن زيادة المناعة في الجسم واللي هي البيتا كاروتين السيلينيوم فيتامين سي وفيتامين إي وفيتامين دي نلاقيهم في إيه بقى يعني إحنا عايزين وصفة كده للأمهات يلا ستات تكتبوا كده مسيكوا وراء وقلم عشان تزودوا المناعة عند أولادكم خلينا نترك فيتامين سي لآخر شي لأنه سيكون فيه صدمة عجيبة فيه سوربرايز بالضبط أول شيء البيتا كاروتين البيتا كاروتين منلاقيه بالجزر البطاطا الحلوة الكرومب أو الملفوف اللي عنا بنسميه بسوريا ملفوف والسبانخ هي بالنسبة للبيتا كاروتين طيب بالنسبة للسيلينيوم السيلينيوم موجود بحبوب الأفطار مثل الشوفان الكورنفليكس موجود بالحليب البيض الأشياء هاي موجود فيه سيلينيوم تمام عنا بقى فيتامين إي فيتامين إي موجود بجنين الأمح تمام موجود بالمكسرات وحصرا النية المكسرات لما تتحمص بتقلب الدهون اللي فيها من دهون صحية إلى دهون ضارة يعني خلينا أستغلها النقطة وأقول إنه المكسرات النية بتقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية بينما المكسرات نفسها لما تتحمص أي واحنا بنحبه ترفع الكوليسترول والدهون الثلاثية يعني رب العالمين خلق دهون صحية لما البني أدم بيتدخل فيها هو تدخلات البني أدمين دايما دايما بتفسد كل حاجة تمام بالشي طبعا اللي حقوله فيتامين إي كمان الناس بتحبه وكلهم عم يأكله بالحظر اللي هي حبوب عباد الشمس اللي هو اللب السوري احنا بتجيب بالكيلو يا دكتور بالضبط طبعا اللب السوري دهون صحية كمان بيزود المناعة بيزود المناعة لكن الكثار منه بيعمل سمي بيعمل سمي ترى سعراته عالية اه في ناس أنا عارفها بتجيب بالكيلو سبعيني أنا بعلت لا تأكل بالكيلو بالسهرة وتقول لا أدم ده بيخسس ما في أكل بيخسس ما في أكل بيخسس والفيتامين إي موجود أيضا بالورقيات الخضرة تمام تمام طيب رابع شي حقوله فيتامين دي تمام طبعا فيتامين دي قبل مناخته قبل معقول موجود في الأكل هو موجود غالبا بالحليب والبيض وغيره تمام جدا لازم ياخدوه كعلاج مثل الإبر أو حوب البرشام تمام الفيتامين سي أيوة لو سألتك فيتامين سي فيه موجود هتجاوبيني الإيدي شو؟ أول حاجة الموالح البرتقان والليمون تمام حصد مكو أقل لك أنه البرتقان والليمون في آخر القائمة اللي راح تبقى على الفيتامين سي الفيتامين سي موجود فيه أشياء كتير فيه أشياء ما أحذكرها لأنه موجودة في وطننا العربي لو موجودة فيه غالية جدا لأنه مستوردة هقول الموجود والمتوفر أول شي من الأشياء الغنية في فيتامين سي هو الكرز أو اللي بتسموه أنتوا في النصر الكريز أيوة بعدين أنا اللي عم قوله بالترتيب الفلفل الأخضر السبايسي الحار ثالث شي الجوافة الرابع شي الزعتر الأخضر بعدين البقدونس بعدين الكرومب الكيوي البروكلي الليمون بعدين الفراولة آخر القائمة البرتقال ده إحنا عندنا فعلا المفاهيم مغلوطة تماما وأعتقد أن كل الأكلات اللي حضرتك قلت عليها وكل الفيتامينز موجودة في الأكل اللي ربنا خلقه لنا متوسط كله في السوق يعني مش هيدوخه عليه ولا هيروخه لصيدلية وما يلاقوش الفيتامين سي مش مضطرش تري فيتامين والناس وقفين بالتوابير وأسعاره غالية فعلا يا دكتور طبعا الناس بيسيجي عند حضرتك يا دكتور العيادة بيتغيروا 180 درجة بيختلفوا تماما ما شاء الله أنا لما شفتهم تخيلتهم عاملين تكمين عاملين جراحة بس ما شاء الله طبعا هنشوف السور دلوقتي على الشاشة يعني معانا أول حالة يا دكتور نحب هارك تتكلم معانا دي كانت قابله وبعد أنا مزهولة بجد لا دي لسه على فكرة الأفطر العظيم بتاعها لسه ما طلعتوش لسه كمان يعني دي لسه مزالت مع حضرتك لسه فيه أفطر كبير بعدها خطبي طب يا دكتور حضرك بتمشيهم لايف ستايل بس ولا بتديهم برضو أدوية لا 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 ما فيش أدوية خلاص ناديرا 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 لما بكتب أدوية المرضى ناديرا جدا السورة اللي بعدها هنشوف السورة اللي بعدها ده كان لزيادة الوزن حد كان حضرك بتعالجه ليه من النحافة كان نحافة عملتوا باضي بلدنج هون اللي يشوفوها أو لسه يعني بس يعني ما شاء الله هو دلوقتي ده سافر خلاص برنا مصر حاليا ما شاء الله يا دكتور تمام برضو دي نازلت دي نازلت دي كان عندها بطولة بطولة تايكواندو ونزلناها ووصلناها للي هي عائدة ما شاء الله بجد بجد يعني أنا مبهورة بمدى التغيير اللي حضرتك بتعمله والله في فضل ربنا ثم بالتزامهم ما شاء الله أنا نوين أنا أصدق إن يعني الصورة دي من غير جراحة يعني ده دايت بس عمل معها كده دايت بس أنا حاجزة يا دكتور بعد الحلقة لابت رياضة برضو عشان ما عشان تنوريني ربنا يخلي حضرتك يا رب اللي بعدها نورهان ما شاء الله نورهان دي ما شاء الله أنا حاسة أن أنا عرفها دي نورهان آه دي ممثلة مسرحية وإن شاء الله يعني ومثلة صعيدة حشوفها قريب لا بعد الشايب اللي حضرتك عملته دي هتبقى ميسيز إيجيبت م شاء الله م شاء الله بجد صور هيلة جدا يا جماعة كل حد عايز يتواصل مع الدكتور لو أنت برا مصر أو أنت برا مصر وشايف الصور وشايف قد إيه الدكتور م شاء الله عمل تغيير رائع وجزري وعايزين تتواصلوا مع الدكتور أرقام الواتساب موجودة على الشاشة كمان الفيسبوك والإنستجرام ياريت ننزل أرقام الواتساب رقم الواتساب وكمان الفيسبوك والإنستجرام كل ده هتشوفوه على الشاشة ياريت نقلوه في فيديوز كتيرة على اليوتيوب وفيه كمان فيديوز كتيرة جدا على اليوتيوب ممكن هتتابعوا الدكتور على اليوتيوب كل الحاجات دي موجودة وهتنزلكم على الشاشة حالا طيب يا دكتور بما أننا بقى دخلين على امتحانات السنوية العامة والأمهات طبعا كلهم بيبقوا قلقانين من أن ولادنا مش بيركزوا يا ترى إيه النصيحة اللي حاركت تقولها للأمهات اللي شايفيننا دلوقتي عموما لزيادة التركيز إيه أكتر حاجة يركزوا عليها في الأكل خلينا نقول أكتر شيء الأمهات يركزوا عليها حاليا أسفع المقاطع يا دكتور زي ما احنا شايفين كلنا شايفين عيادة الدكتور العنوان بتاعها شايفين كمان التواصل مع الدكتور عن طريق الفيسبوك أو الانستجرام الرقم اللي موجود على الشاشة يا جماعة عليه واتساب حضرتك لو من برى مصر أو في أي مكان أو خايف تخرج بسبب ظروف كورونا ممكن تتواصل مع الدكتور أونلاين وهيفيدك جدا 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 وأزن إحنا شفنا الصور عاملة إزاي بفضل حريكي دكتور بقى هنعرف من حضرتك دلوقتي إزاي أزود تركيز الأولاد اللي داخلين على امتحانات تمام أول شيء لازم نقلل من الأشياء اللي ممكن نتقلل تركيزهم تمام يعني رسالة للأمهات بليز خففوا سمنة خففوا زيت والمحشي مش بيخليه ركز خففوا الأكلات التقيلة كل ما زاد الأكل تقلو والدهن اللي فيه كل ما بيقل تركيز المخ تمام تمام نصيحة مهمة وهو نازل الصبح أيوة رايحة لامتحان أيوة يا دكتور يا إما معلقة عسل أبيض يا إما معلقة حلاوة طحنية مش مشكلة مش حتخانك المعلاقة الصبح اللي إنت هتاخدها لأن المخ بيتغز على الجولوكوز واحنا محتاجين سكر فعلا عشان يركز والقهوة والشاي ويفضل يبقوا من جير سكر فعلا بيزودوا التركيز والنشاط الزهني ممتاز وحبوب الأوميجا 3 حبوب الأوميجا 3 على مدى طويل بتحسن الزاكرة عموما يعني يا دكتور بيجيبوها من الصيدلية عادي حبوب ممكن يجيبوها من الصيدلية زي فيتامينز كده أوميجا 3 بالزبط أو ممكن يهدوها من السمك تمام ممتاز طيب سؤال بقى وزني ولا شكل جسمي الشايب بتاعي ولا وزني بينزل على الميزان فيه ناس كثيرة بينزل وزنها على الميزان ولاقي شكلها زي ما هو قتلة فحضرتك بقى من وجهة نظر الطبية طيب من وجهة نظر إيه لو نعرض الصورة تابعة الدهون فيه الصورة بتاعت الدهون لو سمحتوا نعرضها أيوة هاي الصورة بتقول هذا المنظر هي كيلو دهون وهي كيلو عضل اللي اتنين نفس الوزن اللي اتنين على الميزان نفس الوزن تمام لكن اللي أنا حابب أقوله إن إحنا لو بننزل دهون حننزل على الميزان أرقام بسيطة جدا لكن حننزل مقاسات شكل كبير جدا تمام إنما إحنا لو بالناس اللي بنركز بالميزان أيوة عايزة أقول حاجة الناس اللي بتعمل دايت اللي فيه حرمان وبتخسى خمسة كيلو في أسبوع وبعاكها بتوقف مفيش نظام في الدنيا كلها ممكن يخسسك خمسة كيلو دهون مش في أسبوع في شهر حتى آه خمسة كيلو دهون دا رقم خرافي إزاي طب ننزل أنا عايزة أقولك معلومة آه إحنا لو بندخل لو داخدنا عيان عشان نعمل طب فيه مدخلة يا دكتور آه تفضلي أيوة ألو ألو أيوة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك معنا أستاذة نورهان نورهان ونجر أستاذة نورهان الجميلة النجمة الصعيدة ربنا يخليك إيه الجمال ده وإيه الشيء بالتحفة ده ربنا يخليك والله زي حاجة بسيطة والفضل يرجع لدكتور عمار الصراحة تسلام يا ربي ما شاء الله يا دكتور ياريت ننزل صورة نورهان قبل وبعد بعد إذنكم نورهان أنا مش عادتها أتفرر دلوقتي فأنا مش عادتها الصورة المتاحة قدامك لا هي الصورة فعلا مختلفة 180 درجة ماي هيرو نورهان هيرو فعلا البركة فيك يا دكتور صدقني والله أنت إرادتك برضو قوية الواحد لازم يعترف ربنا يخليك يا دكتور ما شاء الله أولتي لا تسمح إيلي أنا فعلا مش تتكلم عن دكتور عمار يعني ولو بقيقة اتفضلي يا فنم اتفضلي مابقيا دكتور عمار أنا هتكون جربت ده كثرة كثير قبله ولكن المرة اللي رحت له فيها هكون برايحة له وانا كلي طاقة سلبية وخلاص أنا عسفة أنا مليش حدها يعني حاجة كلها بكثرة بكثرة وبنظارات بانروح لهم بيجلونها رشدت بحرمان فديني رشدت بحرمان ومنوع ممنوع 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 يعني اللي هو قدت النفسك الأول في المباية بالزبط بالزبط كان آخر أمل بالنسباتي وكان حد جاي في صفة وردتي قالت أنا شوفت بيضو عنتتي ويلا روح نجال طيب يقومني يلا نروح نجال روح عطواني النظام والصراحة هو ما بيكونش نظام جاهز هو بيار بيتكلم معاكي ساعة لأن هذا دكتور بيراعي المريض اللي معانك سايا قبل ما يعملوا أي حاجة تانية وزي أهم حاجة ساعة سايا يعرف بتحدي إيه ما بتحديش إيه حياتي تمشي إزاي نفسي إيه تتعامل إيه وبعدين يكتب مكور حرمات ودي أحسن حاجة ودي أهم حاجة بالزبط اتفضل إيه مريا روح تقول خير وأنا بعض إذن لحضرتك وأسفل حضرتك لأني كنت جاية لك ومن جوايا داخلية عاربا أنك زي زي يارك ما هتعمل أي حاجة بس كان واجب علي الاعتذار والصراحة يعني خلفي خايفية دوت بيرجعله والفضل من بعد ربنا لي أنا أنا عام القفطرة والفترة دية ممكن أكون خذت كورتيزون ترجعني كيلوات كثيرة جدا ولكن عمر هرجع للأنا كنت كي دا والتاني وفعلا فعلا فعلا أنا عملي مهام فضل دكتور عمار معي ما شاء الله طبارك الله لا يخليك نورهان عكري جميل لأ بجد بجد ما شاء الله أنت وصلت لمرحلة هيلة حفظي عليها أرجوك حفظي عليها أنت بقيت هيلة بجد ما شاء الله مرسي جدا يا نورهان يا حبيبتي مرسي جميلة ومرسي على المداخلة الحلوة جدا دي تمام طيب يا دكتور إيه أكتر أسباب بتؤدي إلى الوفاة عالميا طيب أسباب الوفاة خلينا نقول إنه أسباب الوفاة مصنف إيه لا أرقام كتير لكن خلينا نحكي عن أهم ثلاثة الرقم الثالث خلينا نبدأ فيه هو التدخين التدخين هو ثالث سبب للوفاة معانا إيه تمام تفضل بأصل كان فيه مداخلة تانية تفضل التدخين هو ثالث سبب وفاة في العالم طيب ثاني سبب وفاة السمنة لا تخيلي إن السمنة المفرطة تسبب وفاة بنسبة أكبر كتير من التدخين يعني بمعنى آخر اللي أنا حاببة أقول للإمهات ابني طبعا هو مو لازم يكون فيه خيار إن ابني يا أم يطلع تخين يا أم يطلع مدخن لكن لو كان الاختيار عائد لإلي أنا باختار ابني يطلع مدخن ولا يطلع عنده سمنة مفرطة يعني التدخين عند حضرتك أصعب في الطب عموما أصعب من السمنة التدخين يسبب مع إنه بيدمر اللي أنا أريد أن أقول لك حاجات الخين يسبب حوالي من ثلاثة لخمس أنواع سرطان اللسان والرئة والمسانة وممكن الحاجات تبع الفم يعني السمنة تسبب أنواع سرطانات لا تعد ولا تحصن من سرطان الرحم سرطان الثدي سرطان المبايد بذات في النساء ومن هالنقطة أنا حابب أذكر قصة من أحد مستشفيات العزل داخل مصر شاب 18 سنة دخل على أحد مستشفيات العزل مصاب بالكورونا لا يشتكي من أي مرض مناعي لا سكر ولا ضغط ولا أمراض مناعية ولا أي شي ومعروف إنه بعد السنة ما تجي الكورونا ممكن ما يشوف أي أعراض الشخص الله يرحم وتوفى الله المشكلة الوحيدة اللي عنده سمنة مفرطة خلت مناعته في الأرض لا إحنا كده لازم نخلص يا ضبط بالطبط لأن السمنة فعلا يعني بجد حاجة بتقضي على الإنسان فهما تتخيلي مشاكل في العظام مشاكل في العمود الفقري في الركب مشاكل في الأوتار مشاكل في الشرايون والأوردة بترفع الكوليسترول بترفع الضغط المريضة السكر بتزود لهم السكر كل السمنة سيئة سيئة جدا سيئة جدا 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 أول سبب وهو السيدنتري لايف ستايل السيدنتري لايف ستايل يعني الحياة اللاحركية الحياة المكتبية أول سبب للوفاة بالصبت إذن مو معناه أنا لو ما وزني مو كتير وما لسمين أنا عادي ما أتحرك الحركة للصحة وليس للتخسيس أو التنحيف ولما نعرف الحياة اللاحركية هي اليوم الذي لا نمشي فيه بحد أدنى 8000 خطوة و8000 خطوة اليوم تنحسب على الموبايل أو تنحسب على الساعات اللي تتلبس فيه 8000 خطوة يعني إحنا نتكلم حوالي 4 على 5 كيلومتر يوميا يا دكتور ده في ناس ما بتنزلش بيتها من بيتها بالشهر وبالأسبوع للأسف الكلام صحيح ده إحنا في خطر بقى وفي ناس فيه وبالذات الأمهات فاكرين إن شغل البيت حركة آه ستات كتير أنا عارف ستات ما نزلوش بقالهم كتير وطول ما أنا بلوق وبنضى في البيت وبتعب أنا الستات دول خليتهم يمسوكوا موبايلاتهم في البيت أو يلبسوا الساعات تاعت الحركة ولقوا إن العظيمة فيهم بتتحرك أربع تلاف خطوة في اليوم وحرفيا يعني حتى يلبسة الساعة حرفيا يعني هي لو قامت من قوضة لقوضة بيحسب لها لو قامت جيب الريموت تلفزيوم على الكنة بيحسب لها خطوة أوه دي مفيش واحدة عادلة الأربع تلاف خطوة لأ بعد التصوير بقى حركة تقولي إزاي يحسبها دي حا فدي أسباب الوفاة في العالم أهمها في أسباب كتير ربنا يحمي الناس ويبال لهم عنه يا رب يعني الحركة بركة الحركة مهمة جدا 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 الحركة بركة بالزبط طيب إحنا بقى عايزين من حضرتك روجيتة للمشاهدين إزاي أعيش في لايف ستايل معنا اتصال مادام دكتور مادام مادام شهادتك إزاي حضرتك نفهم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا الحدرتك المميزة ومشاني جدا يا دكتور مرسي لزوق حضرتك مرسي جدا وعلى طول متميزة وعلى طول مفيدانة بحاجات كتير جدا وبرامج حضرتك جميلة جميلة مرسي جدا لزوق حضرتك مرسي جدا جايبها لكم دكتور عمار بقى النهاردة ما حصلش دكتور عمال النار على عامة الصندرية ما شاء الله لهم ذلك ربنا وبركة ويكبنوا يعني حاجة فوق النص الزعنان بس أنا بعندي مشكلة كبيرة بعد رمضان وبعد العيد وبعد الكعس وبعد البسطور كيفية وبعد 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 الموضعة من الكورونا كله مستحيل الرسالة وصلت خير بقى أظن المشكلة عرفتها بس تعايزين نعرف الرسالة وصلت خلاص بتقولك بعد وبعد رجلي قفلت بعض الشهرين من عملية الشهد كانت راجلة فضيعة جداً قعدت شهرين كانت راجلة مفتوصة وبقفت بقى قداش مهرين من الألام ومن الساعة بعد ما تتخياتي اني شفت الميليا وبعد كده سبعة خلاص مفتوصة يعني هو أكثر وعافت سنتين وبعد كده زيت تنيني من القعدة وبتاعة البيت زيت تاني طيب ودلوقتي في حركة ولا لسه في قعدة في البيت؟ الحركة مش كثير بس هي أثرت العملية على رجلي وعلى ضبري وتقريباً هما بيضبطوني قرصة بعد العملية عملوا لي حاجة في العموض البطري فجالي ينطلقوا بالولي فما بقيتش عارسة أمشي كثير وطبعاً زيت تتقريباً أنا 31 كيلو ما بقيتش عارسة خرابت يا أرمي ما بقيتش زي الأول ما بقيتش في أمشي زي الأول ما بقيتش عارسة أعطيك شغلي زي الأول فيعني عملا بس طريق وحضرتك حبيبتي سؤالك وصل والدكتور هيجاوب على حضرتك حالا يا حبيبتي وقالف سلام عليك ومرسيه على المداخلة الجميلة دي ربني خليك يا رب مع ألف سلام أحيانا يا دكتور بيبقى عمليات التجميل بتبقى تشويه مش تجميل والله يعني أنا مش عارف هو إيه اللي حصلها في العملية لكن يعني الحمدلله على سلاميتها مبدئيا أنا بس آخر فقرة ما سمعتش يكن سؤالها يعني بالك إيه إن هي يعني زادت 8 كيلو دلوقتي مش بتقدر تتحرك زي الأول وطبعا الزيادة دي مؤثر على رجلها قوي تمام طيب هم مبدئيا أنا لازم أعرف هي حاليا هي بتقولي ما بتحركش كتير فاحنا لازم نعمل لها نتأكد هل هي نسبة الدهون عندها أعلى ولا نسبة العضل وعلى وصفها ولا أنا متوقع إن غالبا نسبة العضل عندها قليلة ففي الحالة دي وبالذات الناس اللي قاعدة الحل اللي إحنا بنستخدمه غريبا معاهم إن إحنا بنرفع لهم نسبة البروتين في الأكل لأسباب كتير أولا إن إحنا نزود نسبة العضل في الجسم تمام فبالتالي كل ما زادت نسبة العضل في الجسم كل ما معدل حرق بيزيد تمام في المقابل يقل لنسبة الدهون عندها ولما تتحسن نسبة العضل العضل هو اللي شايل العظام يعني هي بتقولي إن هي عندها مشكلة في العمود الفقري في العمود الفقري فعلا بالضبط من المشاكل العمود الفقري هو ضعف العضلات لأن العضلة لما بتضعف هي اللي شايل ما سكى الأوتار اللي ما سكى العمود الفقري تمام فبيضعف الوتر فبيبقى عندها انزلاق وناس كتير عرفها بفضل الله بفضل إنهم خسوا ولعبوا رياضة رجعوا ولا كأنه في أي مشكلة عندهم أهم حاجة الرياضة يا دكتور مع التخسيس في المشاكل لا خلنا نقول الرياضة مهمة للشكل تمام أكتر منها مهمة للتخسيس يعني التخسيس 70% أكل و30% رياضة يعني أنا ممكن أخس من غير رياضة لكن اللي بيعمل شايبينج هو اللي عايز شكل جميل جدا ومرسو ومنحوط لازم يلعب رياضة الرياضة دي يا دكتور المشي يعني إتنا إيه نقول إيه نص ساعة خلينا نعرف الرياضة مبدئيا هي الرياضة التي تزيد فيها ضربات القلب دي لو هنتكلم تخسيس تمام الرياضة لإنزال الوزن هي الرياضة التي ترفع من ضربات القلب فممكن شخص يكون المشي بالنسبة إله رياضة يعني أنا بعرف ناس كانت لما تمشي ماشي عادي اللي نحن بنمشيه ونحن عمناكل ممكن تتعب وتنهج هاي بالنسبة إلي المشي رياضة إنما لو أنا شخص بمشي عادي لازم يكون إلي شيء يرفع ضربات القلب حتى يعلم معدل الحرق معي هذا بنسبة للتخسيس إنما الشيبينج لازم الرياضة معينة لازم تمارين الحديد وأنا دايما دايما بنصح الفيميلز بشكل كبير جدا إنه نلعبوا حديد لأنه النقطة تبعة الدهون والعضل يعني الستات تلعب حديد طبعا يعني ما تقوليش هيتربلي بقى عضلة بقى زي الرجالة وجسمي كده وجسمي يبوز النقطة دي حلوة جدا الناس كتير بنات كتير بتقولي دكتور أنا لو لعبت حديد مش هيطلع لي عضلات أنا عايزة أقولك إن انت لو لعبت 150 سنة ومش هيطلع لك عضل لراجل تعتمرن 3 شهور السبب إن انت ما عندكيش هرمون تستوستيرون بنسبة كبيرة اللي هو مسؤول عن بناء الكتلة العضلية فإنتي حتتمرني حيبقى رسم العضلة حلو لكن مش هيحصل ضخامة تبوز الشكل الأنثوي بالضبط إحنا معنا مفاجأة يا دكتور هنشوفها دلوقتي إيه ده؟ مين ده؟ ده أنا فعلا؟ ده أنا و لما كنت في قليل طب وده هنا كنت بلعب كورة بجد يا دكتور أنا مش مصدق وده السبب اللي على أساسه خصصت تغذيرك فعلا يعني حضرتك بدأت على نفسك هو أنا وبعد كده حبيت تساعد الناس أنا أقولك إزاي بدأت على نفسي هو من ميزات إن أنا حاسس بالناس إن أنا كنت زيهم رفع ليك أنا ساعدت نفسي إن أنا في البداية لما وصلت للمرحلة دي أنا وصلت إن أنا حسنت أنها تحبت يعني بنهج من أي حاجة صغيرة بايت ترعب كورة طبعا ما بعرفش أجيب أي لعب وأنا مفروض أن أنا مضايحة كنت فمعرفش أجيب أي لعب كله بيعديني منظري وخسرنا البطولة دي والله ويمكن كنت أنا أحد أهم أسباب خسارتنا في البطول خدت لفة زي ما عمل أغلب الناس وكان بيدوني كلام الغريب سبادي بالليمون وما فيش روز وما فيش أيش أنا كنت طالف كلها بساعتها قلت طب أنا مش مقتنع بالكلام ده وأنا بتعب وما بعرفش حتى أذاكر بسبب الدايت الصعب ده قلت طب ليه ما عودش أقرأ وأعمل أبحاث وأنا دكتور مفروض أن أنا بعرف أوصل للسورس السليم بالزبت 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 قعدت أقرأ كتير أقرأ 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 لغاية لما لقيت أن أنا تعلمت كتير جداً وجربت أنواع كتيرة قوي من الدايت وجربت أسماء كتيرة قوي من الدايت لغاية الحمد لله لما وصلت لله لأنا وصلت له فضل الله هيل هيل بعد كده لما لقيت أن أنا تعلمت كتير قلت ليه ما أخدوش تخصص أي قلت فيدي الناس بيه والحمد لله تخصصت وبنعمل شغل الحمد لله مع الناس فضل ربنا معهم حلو بس أنا حاسس بيهم يعني لما يجي المريض يوصف إحساسه قدام لما يضعف قدام مثلاً تفتكر بقى أفتكر أنا كنت كده ودي أحسن حاجة تبقى very effective أو مؤثرة لأن حضرتك عيش نفس المشكلة اللي هو عايش هو اللي احنا بتقولك إيه اسأل خبير ولا تسأل حكيم فأنا الحمد لله جماعة تلاتنين حكمة وخبرة ما شاء الله يا دكتور الحمد لله الحكمة وصلت فيها الطب يعني ما شاء الله سؤال أخير عايزة حضرتك تدينا روجيتة السؤال ده احنا قلناه أثناء المداخلة أصل كل أم دلوقتي وكل ست في البيت وكل راجل في البيت عايزين كده ستيبس يمشوا عليها فأنا عايزة نصايح وخطوات لو عملوها تفرق في حياتهم تماما طيب خلينا نقول أول شيء وأهم شيء وللأسف يعني بنسبة نقول 95% من الحالات اللي بشوفها مهملين لهالموضوع الماء المي يا جماعة المي أقوى حارق طبيعي للدهون في الكون سبحان الله المي أقوى حارق طبيعي للدهون في الكون فوائد المي لا تعد ولا تحصى ما شاء الله تحسين بشرة تحسين الدورة الدموية تحسين ضربات القلب تحسين الغسيل الكلوي تحسين تنظيف الكبد أغلب البنات بلاقيهم بيشتروا كريمات بألافات الفلوس بيدهن وشهم أنا حابب أعطي مثال أشرح فيه النقطة هاي تمام عشان بس تقربنا نختار تمام نقطة صغيرة بس هل ينفع نجيب ورق الشجر نمسحه بالمي؟ آه أنت لما تحطي كريمة على بشرتك كأنك دهانت ورق الشجر بالمي إنما لما تشرب مي كأنك سقيتين من الجزور دخلت المي برابو تمام تمام الأفضل طريقة نحافظ فيها أن نحن نشرب قبل كل وجبة نشرب حوالي نصر ترماء تمام هاي نقطة مهمة كتير تاني شيء أسمو الوجبات أسمو الوجبات بمعنى يعني فطرنا اشتهينا على الفاكهة هنأخر شوي الفاكهة نجيها ساعتين مثلا يا دكتور ما بنكون الوجبة التالي ببنكون واجبة ساعتين لثلاتة تمام ونقلل حجم الوجبة ونقلل الكمية هيك بنعطي الجسم الأمان فبيرفع معدل حرق بالجسم وبناكل كل احتياجنا بنفس الوقت تمام عامل مهم كتير لعامل النفسي عامل النفسي جدا مهم في حياتنا لازم نفرح ونتفائل حلق كل الناس عندها مشاكل لكن إعطاء الهم أكبر من حجمه بيسبب عنا كريفنج أو حاجة لحلويات وشغلي مهم كتير النوم عدد ساعات النوم اللي أنا بقصده عدد ساعات النوم قلة النوم بسواء ليلية أو نهارية قلة النوم تسبب حاجة للسكر قلة النوم قلة النوم تسبب حاجة للسكر لأن السكر فعلا بيصحصح وبيفوق الجسم تمام فأنا لما أكون ماري نايم كفايتي سواء كنت سهران أو سهران للفجر يعني النوم في أي وقت يا دكتور ولا ننام بدري ونصحة بدري للتخسيس أي وقت أي وقت إنما للصحة العامة طبعا واجعلنا الليلة لباسة واجعلنا نهارة معاشة تمام طيب طيب إدخال الخضار إدخال جميع عناصر الأكل وأكل الشيء اللي بحبه يعني مو إنه حتى تنحفين رجعناك وشيء ما بحبه لا الحاجة اللي أنا بحبها بالضبط والنوم على شبع النوم على جوع سيء جدا طبعا حضرتك ونتي نايمة جسمك بيحرق حواري 8 ساعات نوم بيحرق 500 كالوري 500 كالوري بما يعادل حواري صندويتش شاورب ونتي نايمة فقط تمام انت متفعيلة تمام بس طبعا ده ما بيحصلش لو أنت نايمتي على إيه؟ على جوع تمام دي ستيبس مهمة ممكن لناس تنفذها هتساعدهم رسي جدا يا دكتور بجد رجلت هيلة جدا وبجد وجود حضرتك كان رائع ومفيد جدا لكل المشاهدين أنا عن نفسي استفدت جدا وأتمنى كمان يكون كل المشاهدين إن شاء الله أكون قدرت أوصل لهم معلومات كويسة في نهاية فقرتنا بنشكر وبنقول جزيل الشكر للدكتور عمار العاني دكتور التغذية العلاجية لعلاج السمنة والنحافة وأنا بس حابة أقول لحضراتكم إن اللي عايز يتواصل معانا لأن في ناس كتيرة جدا بتحاول تبعت لنا مشاكلهم وبيحاولوا إن هما يتواصلوا معانا التواصل يا جماعة عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج هي وآدم هننزدت دلوقتي صورة للصفحة برنامج هي وآدم مع دكتور مونة المهدي وكمان رقم التواصل بتاع فريق عمل البرنامج أو الإعداد برضو موجود على الشاشة دلوقتي حضراتكم لو عايزين تتواصلوا معانا ادخلوا على الصفحة تواصلوا معايا أنا شخصيا بتابع الصفحة بشوفها برد على أي حد بيحب يتواصل معاي حتى لو حضرتك عندك نشاط أو حضرتك حابب إن انت تيجي تشرفنا في البرنامج نتكلم معاك وتكون ضيف غالي وعزيز علينا برضو تواصل معانا عن طريق صفحة الفيسبوك أو عن طريق رقم تواصل فريق الإعداد في نهاية حلقتنا بشكر كل المشاهدين على المتابعة وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم على خير الإسبوع الجاي في نفس المعاد وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم أشوفكم على خير